أنا كنت متجوزة من 16 سنة وعندي بنتي عندها 13 سنة وأنا منفصلة عن باباها من 13 سنة ما شافهاش ولا مرة كل ما تكبر بتسأل عليه وأنا للأسف ما عرفش عنه حاجة نهائي وأهله لما بروح لأحتلهم طردوني وقالوا لي ما نعرفش عنه حاجة وحاولت أفهمه موضع بنتي وإنها عايزة تشوفه أو حتى تتعرف عليه هم للأسف رفضوا أنا حتى ما اتطلقتش منه أنا مش عليها غادتي على زمته أنا مش عارفة أتصرف إزاي مع بنتي كل سنة بتمر وتكبر نفسيتها بتتعب جدا أنا خايفة عليها وبحاول أعواضها على قد مقدر فهمتها وهي صغيرة أنه مسافر لكن دلوقتي هي مش مصدقاني مش عارفة أعمل إيه بصي بقى في الوضع ده لازم البنت تعرف ما هو ما فيهاش حل يا البنت عندها 13 سنة 16 دلوقتي لا 13 13 هي بقى لها كان 16 سنة هيهم من 13 سنة اتطلقت واختفى الراجل اختفاء غريب انفصلوا كمان ما اتطلقوش أما انفصلوا ما اتطلقوش أنت مراته أنت منحقك ده بالمحكمة تشوفي فين هو آه يا تتطلق يا تجي بيه يعني تقولي أنا مش 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 لاقيه لكن إنه هو يسيب بنته غريب أراجل غريب قوي برضو يعني أنا رأيه ما تدوريش عليه آه فيه بواب كده لما تدوري عليه هتجيبلك مصاير بلاوي تكتشفي مصيبة تكتشفي إنه مدمن تكتشفي إنه في حاجة غلط في الموضوع ده هو تلاقي متجوز واحدة تانية وعيش حياته مش عايز يقول لها أنا رأيه ما تدوريش مش عايزين يقول لها أنا بقولك ده أفضل إيه الأب اللي هيجي إيه اللي هيجي منه قبله 13 سنة ما شوفش بنته هيجي منه حنية هيجي منه كرم ولا هيجي منه يصرف على بنته مش هيجي منه حاجة أنا بقولك الراجل ده تجوز ومخلف في بيت تاني ومستقر ومش عايزين أنت تخش تعرفي عنه حاجة عشان ما تعملوش مشاكل ما بوزلوش حياته اتأكد إنه ما تطلقكيش غيابي ما عارفش تقدر تعرف ولا لأ لأنه ممكن يكون طلقك غيابي وانت مش عارف آه ممكن جدا بيتم يعلمها أما لو كان مدي عنوان صح آه فممكن يكون مدي عنوان غلط فأنتي لازم بس تتقصي ورا موضوعك وإنك أنت حتى الآن كل حاجة على السيستم تتأكد إنه هو مطلقة ولا متجوزة أولا ثانيا أنا أعود مع بنتي هي بنتي 13 سنة مش صغيرة حلوة آه آه يعني طبعا حبقا حساسة وموضوع صعب بس أنا أفهمها الوضع عشان نبقى عايشين بقى مرتاحين لا بندور ولا بنعمل وخلاص يعني ده قدرنا وده أمرنا ولما يظهر حنتعرف عليه أنا مش معترضة لما يظهر إنه يتعرف عليك ورجع تبق يعني بنته أمه أنا حسامحه على اللي فات صح عشان علاقتي البنت وأبوها بس لكن أنا مش حقدر أعمل حاجة لكن وجهي البنت وأقوتي معها فأهميها الحكاية بصراحة مفيش حل عندك تاني ولازم تشوفي نفسك متجوزة ولا متطلقة لأن كله بيجوتي يبقى على الكمبيوتر كله بيتعرف تحقي وتقدر يتعرفي باسمه هو متجوز واحد تانية ولا